تستمر تبعات أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس على المستوى المصري الداخلي وعلى المستوى العالمي أيضاً فقد أعلنت هيئة قناة السويس تعليق حركة الملاحة مؤقتاً في القناة حتى الانتهاء من أعمال تعويم السفينة الحاويات التي جنحت فيما تسعى دول مثل اليابان وهولندا للمشاركة بفرق إنقاذ محترفة لتعويم السفينة ما تأثير ذلك على حركة الملاحة العالمية معنا الآن من واشنطن نائب مدير معهد توماس إيرو لدراسات السياسة الاقتصادية نيك لوريس سيد لوريس مرحباً بك معنا واضح أن المسألة أخذت وقتاً أطول مما كان متوقعاً ما الذي تتوقع فيما يتعلق بانعكاسات هذه المسألة جنوح هذه السفينة الهائلة على حركة الملاحة التجارية بشكل عام طبعاً إذا دام جنوح هذه السفينة فهذا سيكون مكلفاً جداً لكل السفن أيضاً التي هي متوقفة هناك وإذا تحدثنا عن مئات من السفن التي تمر يومياً التي تحمل الإلكترونيات والنفط والغاز المسال فهذا يكلف الشركات كثيراً من الأموال في كل ساعة مدام تنتظر هناك هناك شاحنات كبيرة طبعاً وربما ستبقى لأسابيع نأمل بأن تحل هذه المشكلة سريعاً ولكن إذا كانت تعلق الأمر بأسابيع فسنرى الأسعار ترتفع أكثر بالنسبة للمستهلكين وأيضاً الطاقة الأمر طبعاً نحن نأمل الآن بأنه يمكن قطر هذه الحاوية ولكن هناك شركات بدأت تتطلع إلى طرق أخرى للنقل وطبعاً ستكون مكلفة سواء كان المرور حول أفريقيا أو رأس الرجاء الصالح أو جنوب أفريقيا أو استعمال ربما الطائرات فهذا طبعاً سيكلف كثيراً والأسعار سترتفع سأعود لأسألك عن الطرق البديلة والخطز البديلة لمواجهة هذه المسألة إذا طلأ أمدها ولكن فيما يتعلق بهذا التعطيل يعني مسألة الشحن العالمي هي أصلاً تواجه ضغوط منذ بدء جائحة كورونا سلاسل الإمداد تتعرض لضغوط هائلة بسبب أولاً البطء في عمليات الشحن وثانياً زيادة الطلب من ناحية أخرى وبالتالي نحن في وقت سيء جداً لوقوع مثل هذه الحوادث هل تتوقع بالفعل أن يكون هناك جهود إضافية لحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن؟ نعم أعتقد بأنه سيكون هناك جهود عظيمة لحل هذه المشكلة بأسرع وقت لأنك نعم وحق تماماً فهذا يأتي في وقت حيث إن سلسلة الإمدادات تعاني حتى تحقق وتوفر البضائع بسرعة وبفعالية إذن كان هناك الكثير من الضغط على سلسلة الإمدادات وفقط حتى لا ننسى بأن هناك السنة الصينية الجديدة حيث الشركات الكثيرة والمصانع تحتفل وتغلق طبعاً المصانع وبالنظر إلى طبيعة كيف الناس يشترون السلعة والبضائع أثناء الوباء فالعديد منهم يشترون عبر الأونلاين من خلال أمازون ومن خلال مواقع التواصل إذن بما أن الناس لا يمكن أن يخرجوا للأكل في المطاعم فيمكن أن يخرجوا إلى الدول الأخرى فإنهم يستعملون هذه الأموال لشراء البضائع عبر الأونلاين معظمها عبر مواقع التواصل وتصل معظمها يأتي عبر السفن وعبر الشحن وإذا هذه السفينة استمرت في جنوحها فهذا سيضر أكثر ويؤثر أكثر على سلسلة الإمدادات وسيؤدي إلى رفع تكلفة السلع بالنسبة لكل المستهلكين اللافت سيد لوريس أنه حطل وحلت هذه المشكلة خلال فترة وجيزة أيام لنقل وصول هذه السفن إلى أوروبا البعض توقع أيضا أن يكون هناك نوع من الإزدحام إذا وصلت كل هذه السفن في وقت واحد الموانئ لا أدري إذا كانت ستستوعب مسألة إفراغ الحبلات والروافع والأرصفة وكل هذه الأمور هل تتوقع أي مشاكل حتى لو حلت بعد أيام قليلة نعم حتى إذا تم مثلا إنقاذ هذه السفينة ووصلت إلى هدفها فهناك الكثير أو كما يقال عنق الزجاجة يكون قد امتلع هناك مئات من السفن تريد الوصول إلى وجهتها ولا يمكن أن تذهب في نفس الوقت إذا ينبغي أن ننظر إلى الأمور اللوجستية من يصل أولا ومن يخدم أولا ولضمان بأن رحلات تلك السفن ستكون فاعلة وستكون مريحة أعتقد بأن الأمر سيستغرق وقتا حتى تعود الأمور إلى طبيعتها حتى ولو أن سفينة الإفرغيبن تم تحريرها خلال أيام قليلة نعم ربما هذا لن يرفع السلع كثيرا وربما لن نرى هذا في الأسعار ولكن هذا سيسكل مشكلة للشركات التي تريد إيصال تلك البضائع سواء كانت المصافي أو الإلكترونيات أو أيضا المنتجات الزراعية فكما قلت هناك قائمة طويلة للانتظار والأمور بعودتها لطبيعتها ستستغرق أسابيع على الأقل سيد لوريس أشرت إلى مسألة الخطط البديلة ربما الطرق البديلة ما المتاح حاليا وما هي كلفة اتباع الطرق البديلة؟ 12% من التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس أو ثمنها وطبعا هذا رقم معتبر من البضائع التي تمر عبر القناة وسبب ذلك هو أنها طبعا لأنها الأقل تكلفة والخيارات الأخرى يمكن أن نستعمل كما قلت السفن الأخرى وربما بعض السلع تكون ثقيلة جدا وهذا سيكون مكلفا جدا عبر الطيران يمكن العبر المرور عبر القرن الإفريقي وهذا سيستغرق أيضا وقتا ويكلف أموالا ويمكن إرسالها عبر مناطق مثلا كما قلت رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا كل هذه الخيارات موجودة ولكنها مكلفة ربما الآن ربما شركات الشحن ستنتظر ربما لأيام قليلة لترى كيف ستسير الأمور ومع حديثنا الآن فإن كل هذه الشركات الآن تنظر في الأرقام لترى ما هي الخيارات الأقل تكلفة ولكن طبعا الخيارات ليست جيدة لأن كل الخيارات ستكلفهم أعلى شكرا لك نيك لوريس نائب مدير معهد توماس إيرو لدراسات السياسة الاقتصادية كان معنا من واشنطن شكرا لك